اشتركوا في القناة موضوع الحلقة اللي بصراحة هذا وقت والعالم تستعد لقضاء العطلة الصيفية على وهي السياحة فالحقال الاولى سنتكلموا عن السياحة والمخطات والرؤية والسياسة الاستراتيجية تاع الوزارة المكلفة بالقطاع والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة المكلفة بقطاع السياحة بصفة نعم الوقت ان تكلموا عن السياحة تمكن تكلموا عن السياحة الدولية يعني استقبال السائح الاجنابي ولكن مخصناش ننساو ومخصناش نتنساو السياحة الداخلية لتتهم المواطن المغربي انت وانت وانا فالحقال الاولى سنتكلموا لبعض الارقام لان البرنامج دينا برنامج اقتصادي تعتمد على لغة الارقام ببعض الارقام تدكو عندنا ارقام موطوقة وارقام رسمية بعيدا كل البعد عن لغة الخشب فالكل تعرف بان العائدات المغرب من العملة الصعبة تتقوي صندوق الخازينة العامة من العملة الصعبة احنا اساسا لش تعتمدوا؟ تعتمدوا على عائدات المغربة المقيمين بالخارج وتعتمدوا على العائدات السياحة الدولية يتدخلنا بالعملة الصعبة وعندنا عائدات الفصفات وعندنا عائدات التصدير فكان مقبل هذه المدة زمنية ماشي بعيدة يمكن اسمو عشر سنوات كان الحلم دينا كامني كمغاربة هو نوصل لعدل عشرة ملايين سائح هذا في الوقت لبعض الدول المعروفة بالسياحة ديالها اللي واحدة المجموعة كبيرة من المغاربة تيمشي ويقديو العطلة الصيفية ديالهم تمام مثل اسبانيا البرتغال توركيا اللي تيفوتو 30 مليون سائح وما فوق كين اللي وصل ال 60 كين اللي وصل ال 100 مليون سائح وهذه الرؤية ديالنا كامغاربة نستقطب السائح الأجنبي لأن الحمد لله بلدنا تطفر على عدة مناظر مثلا جبلية بحرية طبيعية وعدنا باش نتباهو باش نستقبلوا هات السائح سواء السائح المغربي في السياحة الداخلية أو لا السائح الأجنبي إذا بلغة الأرقام تنعرفوا أن سنة 2023 كان هناك مخطط انطلاق بما يسمى مخطط العمل القوي Light in action هذا مخطط هذا في سنة 2023 المغرب استطع يتحدى هذا الأفوق والأمال ليستقبل عشرة ملايين سائح استقبلنا ولي الله الحمد 14.5 مليون سائح 14.5 مليون سائح هذا العدد 14.5 مليون سائح المغرب دخل عائدات في هذه السياحة ما قيمته 105 مليار درهم بالعملة الصعبة جميل جداً عند نهاية شهر مايي 2024 من السنة الجارية زار المغرب حوالي 6 مليون سائح أجنابي وهذه أرقام رسمية هذه الساعة الملايين سائح أجنابي لزار المغرب عندما تم شهر ماي من السنة الجارية حققت لنا نوع من ثمور ارتفاع بنسبة 15% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022 ونزيدكم هذا العدد السياح الأجانب عرف رتفاع وتزايد بنسبة 38% مقارنة مع سنة 2019 يعني ما قبل الأزمة الصحية كوفيد-19 جميل جداً إذن الأمل في المغربة لكي نتجاوزوا العشر الملايين سائح فتناه وصلنا 14 مليون وما فوق بإذن الله أننا الله دخلنا في العطلة الصيفية هذه أرقام متوقعة دائماً حسب الأرقام والمعطيات الرسمية الصادرة عند الجهات الرسمية المهتمة بالقطاع السياحة هناك رؤية مستقبلية لاستقبال في أفوق سنة 2030 يعني الوقت أن نتكلم عن سنة 2030 كي ينجوش على محطات أساسية بالنسبة للمغرب اللي غامر ويجي تحدى عدة ادعاءات تعالى العدمين عندنا الكان وعندنا سنة 2030 لهو كأس العالم إذن أشنية السياسة ولا أشنية الرؤية المستقبلية المغرب تيطمح باش يستقبل 26 مليون سائح وربما قد نفوتوها مع الكان ومع كأس العالم لكن السؤال واش الجهات المعنية بقطاع السياحة واش عند الاستعدادات باش توفر البنية التحتية وتوفر تكوين الموارد البشرية اللي تتشتغل في قطاع السياحة والمهن المتعلقة اللي عندها علاقة مباشرة وغير مباشرة بقطاع السياحة التكوين أنا دائما تنتكلموا على التكوين واش مستعدة باش توفر هاتشي كله الوقت تتكلموا على على اسم البنية التحتية هناك الفناديق المصنفة هناك المنتجعات السياحية الطرق المرافق الصحية المرافق الاجتماعية زائد المرافق طرفه دائما حسب نفس المعطيات ونفس المصدر عائدات السياحة في مدة أربعة أشهر من السنة الجارية يعني من شهر واحد حتى شهر أربعة عرفات واحد الارتفاع تعشرة فاصلة ستة في المياه دخلنا في هذه أربعة أشهر واحد وثلاثين فاصلة تسعول مليار درهم أي ما يعاديل ثلاثة فاصلة جوج مليار دولار جميل جدا هذه أرقام لتتعطينا الأمل وتتعطينا واحد رؤية واحد نفس إيجابي أننا غادين إلى الأمام دائما في إطار تساؤلات واش المغرب مستعد يستقبل أو لا ينافس الدول المتقدمة في المجال السياحي واللي واحد عدد كبير من المغربة تيفضلوا يقديو العطلة الصيفية ديالهم أو لا مغل العطلة الصيفية تيقديو العطال ديالهم طيلة السنة سواء في إسبانيا البرتغال توركيا وعدة دول أجنبية هذا السؤال المطروع إلى ريحنا كمغربة مسؤولين فاعلين اقتصاديين فاعلين سياسيين ومجتمع مدني لتيهتم بمصير هذا البلاد الحبيل أشنو خصنا؟ هاد الناس باش فيتنا البنية التحتية المغرب قتيل أمام المغرب اختوح الخطوات إيجابية سواء طريق السيار الفنادق المصنفة يعني عدة أشياء زائد المنتجعات السياحية إذن أشنو بقالنا؟ بقالنا سياسة الترويش وهذه الناس المسؤولين سواء في القطاع العمومي أو لا في القطاع الخاص اللي غادين يروجوا سياحيا المنتوج المغربي للسائح الأجنابي ميبقوش يعتمدوا لبعض الصور أو لعلى بعض المناظر تقليدية تقلاسيكية أن المغرب مشابعيت المغرب مشي هو القرب المغرب مشي هو الجمل المغرب مشي هو بالحلقة بالحنش المغرب شيء آخر المغرب تطور فإذ المجال أراد من أراد وكره من كره أن الواقع هو هذا إذا خرجنا إحنا كمغاربة وشنا بلادنا وشنا بعض المدون السياحية أقسم بالله بأننا سوف نظن أننا في دولة أجنبية إذن اللي بقنا ألا هو العزيمة والإرادة السياسية وحب الوطن باش نستقبلو طر من 26 مليون سائح وربما من تعدو 30 وما فوق إذن بلادنا في أمس الحاجة إلى جميع الكفاءات المغربية والأطور المغربية أشنو تكلمت بيلا تكلمت على تكوين الموارد البشارية روخات دير البنية التحتية وخات دير الفنادق المصنفة إلى ما عندكش الموارد البشارية يعني بنادم المواطن المغربي سوالي تشتغل في القطاع السياحة بطريقة مباشرة وغير مباشرة خصيكون سياسة الردع أنا ما نتكلمش عن بعض القطاعات لهم تستغلوا السائح المغربي والسائح الأجنابي وتيبغي رباح رباح تعسانة إذن تكون أتمينة مناسبة وتكون الجودة وتكون العلاقة ما بين الجودة وما بين السعر خصيكوا عندنا لرابور كاليد هذه أسئلة عديدة بقى لنا سؤال واحد لتهم المحطات الرسمية للمغرب هذه استقبل ألا وهي الكان وسنة 2030 كأس العالم عندنا واحد للمعطاء وهو برقم تقول أنه تم تخصيص ما قيمته أربعات المليار تعددهم لتحديد 25 ألف غرفة في الفناطق المصنفة لاستقبال الكان وكأس العالم سنقول لكم شكرا لكم وإلى حلقة مقبلة بإذن الله لنطرح أسئلة عديدة حول ماذا أعددنا للسياحة الداخلية لأن المواطن المغربي من حقه يتمتع بلاده ومن حقه نوفروا له تهوى الشروط ونوفروا له تهوى البنية التحتية والفناطق والمنتجعات السياحية بالجودة وبالسعر شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة